المباراة تانية من المباراة يعني السنغال والاكوادور مباراة فيها يعني الدياة كبيرة جدا لكن أنا شايف أن فريق أفريق كبير وفريق لاتين كبير طبعا السنغال أنا شايف أن إن شاء الله سيكون هي الأقرب منتخب السنغال على فكرة منتخب رغم غياب سادي وماني أنا شايف أن إن شاء الله ممكن يكون لهم دور مهم جدا في المباراة النهاردة أن هما يقدروا يفوزوا بالمباراة هي قريبة كمان طبعا فأنا شايف أنه منتخب السنغال الأقرب القادم وإن إن شاء الله يواصل المشوار بشكل قوي جداً وبشكل مميز وده اللي احنا بنتمنىك أفاركا يعني إن احنا عايزين الأفاركا فعلاً يكونوا موجودين وبشكل كبير طيب فيه كمان بقى في المجموعة التانية فيه مواتشين وهبين جداً انجلترا ويلز أمريكا وإيران يعني المواتشين دور بقى موضوع هنا كبير قوي طبعاً ويلز مقدم أداء كويس جداً وإنجلترا مش هنتكلق يعني المتخب إنجلترا مش هنتكلق يعني دي مدراسة في حد ذات ده هم اللي بدأوا كرة يعني هم هم اللي انشأوا الكرة القدم أو هم اللي عاملوها فطبعاً الإنجليز أول مباراة لما فازوا على إيران 6-2 أعتقد أنه هم وجهوا رسالة للجميع أن الكرة الإنجليزية عايزة تعود وتعود بقوة جداً من خلال هذا المونديال منتخب إنجلترا طبعاً يعني غانعاً تعريف عندهم أكوى دور على مستوى العالم فده طبعاً أنا متوقع إنجلترا أعتقد أنها هكون بالنسبة لها مباراة سهلة جداً وهتحقق الفوز وتتأهل للنظر القادم نجي بقى للمباراة التانية أنا شايفها يعني مباراة حربية أو مباراة عسكرية مش مباراة كورو القادم ما بين أمريكا وإيران فده بتفكرنا بمباراتهم الشهيرة اللي هي كانت سنة 98 في مونديال فرنسا أعتقد برضو كانت من المباراة القوية جداً اللي قدرت إنها في إيران تفوز بها 2-1 لكن مع الفارق بقى أمريكا في 98 صحيح أمريكا في 2022 صحيح أمريكا أنا شايف إنها الأقوى والهي اللي هتتأهل للدور اللي اشتركوا في القناة